بمبادرة نوعية هدفة قامت جمعية دار الشيوخ في بيت جالة بعقد لقاء توعوي لأبناء المجتمع المحلي تم خلاله بحث عدد من المشاكل الاجتماعية والعلاقات الأسرية التي تواجهها العائلات في المجتمع المسيحي كالمصروفات الزائدة في مناسبات الأفراح والأتراح وغيرها المزيد في رسالة الأرض المقدسة جمعية دار الشيوخ في بيت جالة هي واحدة من الجمعيات المحلية التي تحظى بمكانة رفيعة على مستوى المحافظة وكحرصا منها على سلامة المجتمع عقدت مؤخرا لقاء توعويا بمبادرة من اللجنة النسائية وبمشاركة من الكنائس الثلاث الأرتودوكس والكاثوليك واللوثرية وحضور الأباء الأجلاء وعدد من أبناء المجتمع المحلي اجتمل نشاط الجمعية على لقاءات ومحاضرات تعود بالنفع على المجتمع ومستقبله ابتدأ اللقاء الذي كان بعرافة الأستاذة سيهام شهوان التي رحبت بدورها بالكهنة وعدد كبير من الحضور ومن ثم كلمة لرئيس الجمعية الأستاذ جورج الحدوى مشيرا بكلمته لأهمية إقامة لقاءات توعوية فالجمعية عندنا تخدم المسنين صحيا في عندنا مركز صحي في الجمعية في عيادة إسنان، عيادة تغذية، عيادة طب عام كذلك في الناحية الاجتماعية، خدمة اجتماعية، بيجوا على الجمعية بتسلوا في عندنا تلفزيون، في القاعة، في شطرانج شدة، لعبة الطاولة بتسلوا فيها وبروحوا، كذلك بنخدمهم في الندوات اللي بنسويها الطبية والاجتماعية والثقافية بتصير ندوات كثيرة في قاعة الجمعية، بيحضروها أعضاء الهيئة العامة كبار السن وبتثقفوا عن طريق هذه الندوات، وكذلك اعنا بنهتم فيهم عن طريق الرحلات بيقوموا في رحلات كثيرة عادة، داخلية طبعا داخلية لكن من هالسنة هذه الـ 24 ما صار أي شيء بسبب الحرب اللي صارت اليوم عنا لقاء مميز وفريد من نوعه لأول مرة من فترات زمنية طويلة يتم لقاء الثلاث كنائس في مدينة بيت جالة تحت صقف واحد والهدف أهداف كثير منها أول شيء علاقة الأسرة مع الكنيسة، المشاكل الأسرية، دور الشباب في الكنيسة الهجرة اللي بتعاني منها مدينة بيت لحم ومحافظة بيت لحم اللي وصل لعدد فوق الأربعمائة عائلة تهاجر في فترات كثيرة جدا وهذا مستغرب جدا ونأمل أن يكون في اليوم الاستفادة الكبيرة لأهلنا في بيت جالة واستخلاص العبر وتقديم مقترحات يمكن السير عليها وخصوصا الموضوع اللي أهم موضوع اللي هو العادات والتقاليد اللي أصبحت البحر جفية عالية جدا مصاريف تفوق الخيال وفي كلمات الأب بولوس العلام حذر من المشاكل الأسرية والعدات والتقاليد والأهم الحد من الصرف الزائد والمبالغ فيه في مناسبات الأفراح والأطراح وتحدث الأب حن سالم عن أهمية الشباب في الكنيسة ودورهم الديني والاجتماعي تلاه الأب يوسف الهودلي الذي تحدث عن الهجرة ومخاطرها كما ألقى القس فرسان الزعمت كلمته عن الكنيسة وأهمية العلاقات الأسرية مواضيع عديدة طرحت ونقشت من الأباء الأجلاء لامست جميعها القلوب سلوك يجب أن يتغير نحو الأفضل وخصوصا في ذل هذه الأوضاع السائدة في المنطقة والتقيد بالعدات والتقاليد والحد من البذخ والمصاريف الزائدة في جميع المناسبات لنورسات مارلين الحدوى من جمعية الدار الشيوخ بيت جالة